السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومتتبعي قناة التعليمية اليوم إن شاء الله سنتعرف على نص متى يعود ساعي البريد إذن أول شيء وهو أتهيأ للقراءة سوف نذكر بعض التحديات التي يواجهها عالمنا المعازع من بعض هذه التحديات الحروب وانتشار الأوبئة وتغير المناخ والأزمات الاقتصادية آثار حروب في حياة الإنسان تؤدي إلى وفيات كثيرة وتدمير المدن مما يؤدي إلى هروب السكان ليصبحوا لاجئين في دول أخرى إضافة إلى تدمير البنيات التحتية وإلى المجاعة ألاحظ وأتوقع يظهر في الصورة رجل معه دراجته ويحمل رسالة في يده ومن خلال ملابسه يتضح لنا أنه ساعي البريد وخلفه بنايات مهدمة وخالية ربما ذلك بسبب الحرب أفهم وأحلل سوف نحدد المعنى المناسب لكلمة يقبع وهو يمكث كلمة تتكدس تتجمع وكلمة السأم وهو الملل ثانيا أتعرف معاني فعل ذهب ذهب حسن الاستقبال بالناس إلى دعوتي للأكل يعني أدى ذهب عنه الألم باستعمال الأدوية وهنا معنى فعل ذهب هو زالة لم تذهب الحرب بآمال ساعي البريد يعني لم تعصف بآمال ساعي البريد أفهموا إذن مهنة السارد في النص هي ساعي البريد كان السارد مرحبا به لأنه الاختيار قمدال يساعد العائلات على معرفة مضمون الرسائل ثالثا صار السارد يقضع في مكتب البريد بسبب الحرب والمعارك والأعمال الإرهابية رابعا صنف السارد الرسائل المقدسة وجمعها في ملفات بعناوين واضحة خامسا جامع السارد الرسائل في ملفات لأنه الاختيار قمدال كان لديه أمل في أن تصل لأصحابها أحلل إذن الترتيب وهو كالآتي لأحداث النص أولا توزيع السارد الرسائل على أصحابها ثانيا مكوس السارد في مكتب البريد ثالثا هربه من أماكن الحرب والضمار رابعا ترتيب السارد الرسائل وجمعها في ملفات ثانيا مشيرات تدل على أثر الحرب في حياة الناس موت الناس في الطرقات اختباء الناس في زرائب الحيوانات ثالثا إذن الكلمات التي تدل على حالة السارد في زمان السلم وهي الفرح مساعدة الناس كان مرحبا به وكان أيضا يحب وظيفته أما في زمان الحرب فهناك الخوف والهروب والسأم والأمل رابعا إذن البداية كما تعرفنا على ذلك في النص فكان السارد يقوم بتوزيع الرسائل على الناس وحدث التحولات هو الحرب والمعارك والنهاية هي هروب الناس وتكدس الرسائل خامسا موقف الكاتبة من الحرب من الحرب هو استغرابها حول سبب هذه المعارك والحروب التي تؤدي إلى هروب الناس وقتلهم وهذا موجود في النص والحروب التي تؤدي إلى هروب الناس وقتلهم أركب وأقوم مطلوب منا هنا ترخيص يتحدث النص في بدايته عن علاقة ساعي البريد بالناس وكيف كان سعيدا بعمله وبتعامل الناس معه لكن المعارك والحروب والأعمال الإرهابية غيرت كل شيء مات الناس وهرب آخرون وتوقف ساعي البريد عن توزيع الرسائل وتحول لموظف وراء مكتب مما أشعره بالحزن واليأس على حالة البلد وعلى الرسائل المكدسة أقوم التحديات التي تواجه نشر ثقافة السلم ونفذ الكراهية من بينها الصراعات بين الدول الكبرى التعصب الديني والعرقي زيادة عدل السكان وأطماع الدول الكبرى استثمر إن على قادة الرأي والعلماء من ذوي الإختصاص دعوة الناس إلى التقارب وتوحيد الصفوف وزيادة التلاحم الاجتماعي فكلما تقارب الناس من بعضهم أكثر امتلكوا القدرة على مواجهة العنف وتعظمت محبتهم لبعضهم البعض وهذا كله سيؤدي في نهاية المطاف إلى إحلال ثقافة السلام كما أن لنشر العلم والثقافة دور كبير في نشر ثقافة السلام فسيطرة مثل هذه الأمور على عقول الناس تجعلهم أكثر جنوحا نحو السلام واللا عنف وأكثر انفتاحا على الآخرين وشكرا لكم ولا تبخلوا علينا بتعليقاتكم وشاركوا في خناتنا ليصلكم إن شاء الله كل جديد وبالتوفيق لكم اشتركوا في القناة شكرا لكم